فيروس كورونا يتفشى في باكستان بوتيرة مخيفة تقارير محلية ودولية حذرت من خطر انهيار القطاع الصحي في باكستان في ظل تقديرات بأن تتجاوز الإصابات أكثر من مليون وعشرات آلاف الوفيات بخلول أغسطس المقبل الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع عدد الحالات في ظل عدم الالتزام بالإقراءات الاحترازية الإقلاق الجزئي وحده ليس كافيا وعلى الحكومة ضمان تطبيق الإقراءات الاحترازية والتباعد وإلزام الناس منازلهم في المناطق المبوءة لسيطرة على تفشي الفارس والحد من الحالات التي تستعي عناية أكبر الحكومة الباكستانية تكثفت حملتها الإعلامية للتحذير من خطر الفيروس وأهمية الإجراءات الاحترازية وأعلنت عن توزيع مئات من أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والأدوات الوقائية الإضافية والأدوية ورفع كفاءة وقدرة القطاع الصحي بالإضافة لبرامج تأهيل مزيد من الكوادر الطبية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإصابات والوفيات أعدنا فرض الإغلاق في عدد من أحياء إسلام آباد التي تضاعفت فيها حالة الإصابة وندرس توسعة الإغلاق لأشمل أحياء أخرى ولن نسمح لأي شخص بمغادرة هذه الأحياء كما فرضنا غرامات على مخالف إجراءات السلامة واحتكار الأدوات والوقاية والأدوية إعادة فرض الإغلاق الجزي شملت العشرات من بؤر تفشي الفيروس وطالت مئات آلاف السكان في عشرين مدينة فيما لوحت الحكومة بفرض المزيد من الإجراءات والعقوبات ضد مخالف الإجراءات الاحترازية لكنها استبعدت فرض الإغلاق الكلي بالرغم من المخاوف من كارثة صحية في باكستان تؤكد الحكومة أنها تنتهج سياسة شاملة لمواجهة جائحة كورونا فيما تتباين الآراء بين مرحب بالإجراءات ومن يراها غير كافية وتضع المسئولية على كاهل المواطن البسيط عبد الرحمن مزيني العربية إسلام أباد